سلام عليكم ورحمة الله ما بكم معي في قناة خديجة صانعي القناتي وقناتكم وقناة كل احبا اليوم فيديو جديد وصفة جديدة كيف كتشوفوا معي انا بديت ملو ونعطيكم النتيجة تل هاد الوصفة كتشوفوا الفرق الوصفة ها هي قدامكم وصفة من سر المغربيات في التبيض الاغلبية دي لبنات من اللي غاد يتفرجوا في الوصفة غاد يعرفوا عليّاش كاندوي المغربيات الحرة بلك يمشي والحمامات وكيشموا واحدة رايحة ومعارفوش لسني هاد الرائحة غاد يعطيكم هاد الوصفة هاد اللي كتشموها في الحمامات المغربية وصفة تبيض الاغلبية دي لبنات كيعرفوها وقديروها ان يكندويحتها للبنات اللي خارج المغرب او الغير المغربيات اشتوا النتيجة امام عينكم شوفوا الفرق في اليد وحدة فاشدرتها وخليتها فقط عشر دقائق وغسلتها وهنتم غادي تشوفوا الفرق هالمكوين هذا مكوينت دينا متوفرة في كل بيت وسهل وبسيطة جدا 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 وغادي تعطيكم نتيجة رائعة بالنسبة لبنات جداد ما تخليوا شاهد الفيديو يفوتكم راه فيديو رائع جدا وفيه وصفة لفريدة من نوعها تقريبا معروفة الوصفة هادي تبعو معايا في الفيديو باش نوريكم طريقة دي لتحضير ديالها والمكوينت ديالها وطريقة الاستعمال مرحبا بكم معايا بالنسبة للوصفة كيف قلت لكم ها هي المكوينت ديالها الاغلبية كي قلت لكم وخفيها جوجل مكوينت لهم غريبين ولكن من طبيعة لحال عندهم وحنا نتائج رائعة فالتبيض وازالة الجلد الميت وطرطيب البشرة كيف كتشوفوا معين مكوين اول لي هو الخميرة المعجونة الخميرة المعجونة هادي معروفة في جميع البلدان دو الشكل ديالها كيف كتشوفوا حتى اللبناطي غير مغربيات بالنسبة للبناط اللي كي مشيون حمامات فجأة كتشموا ريحة الخميرة في الحمام مكتعرفوش الوصفة مكتعرفوش ولكن هذه الوصفة جبتها لكم وعطيتها لكم البلدان عندي هنا يما علقة من الصابون المغربي الصابون البلدي من طبيعة الحال غاني يعاني التعريف احتاجوا لهنا يما ملعقة من الصابون المغربي او الصابون البلدي ملعقة كبيرة بالنسبة للبناط إذا كانوا جو جتتت الناس غيمشيوا للحمام غضي يحتاجوا أكثر يعني ضعفو الكمية عندي هنا يا واحد ليمونة يعني حامض وعندي هنا يا ملعقتين من السكر الناعم سكر بودرة تيقون يا البنات راه هاد الوصفة هادي إيادرتها للحمد يا لك راه هكتدار الجسم كله مع دا الوجه مع دا الوجه هاد الوصفة كيف قديكم غضي تديروها لجسم ديالكم كامل وغضي تلاحظو نعومة البياض الترتيب ايش هنقول لكم وفي نفس وقت انا هاد فيديو هاد هنعطيكم صورة مصغرة على الجنب فيما حطيتها الوصفة مكتوبة بطريقة الاستعمال ديالها باش البنات اللي ما كيفهموش يعني اللغة المغربية غضي يلقاوها مكتوبة بالنسبة لبنات جدد كان نقول لكم اشتراك للقناة ولايك واي سؤال خليوا لي في التعليقات انكم نجاوب على جميع الاسئلة ديال البنات واني نتمنى انكم تدعموا القناة وتحاولوا وتشجعونا باش نعطيكم المزيد وفعلوا الجرس بالنسبة لبنات كي يقولوا لي ما كتوصلناش يعني الجديد ديالك بالنسبة للمشكلة ديالجرس عطفوه وعودوا حلوه باش يوصلكم دائما الجديد انهما كيف كتشوفوا معايا خلط الخميرة مع الصابون البلدي بالنسبة لخميرة عادي ناخد معلقة كبيرة ديالخميرة كيف غتيكم هاديرها معروفة في الحمامات المغربية كتكون يباركة كتشمير حل الخميرة طالعة طالعة طالعنيت في الحمام عندي هنايا نص حامضة غادي نديرو فقط نص حامضة انتم ما كتشوفوا عادي نخلط هاد المكوينة جيدا انا اول حاجة غادي نحيد فقد زلرع هذا بس ما يديرون جينوش مني كنكم كنطبقها على الجسم ديالي وكيف كتليكم غادي روها اللعون وغادي روها الركب غادي تخليوها 15 دقيقة في الحمام تقدري مثلا تحكي رجلاتك تحكي سنانك يعني تغسلي شعرك وتحاولي تكيسي انهم ما ديشي اهود لما على الحم ديالك تدوزي ديك 15 دقيقة وتبركي شي بلاسة سخونة بالنسبة للناس اللي ما عندوش الحمام ما تقدروا بدورها في الدار انا را عبريتكم النتيجة كيف شجتني انا يلدتها في الدار وخريتها فقط 10 دقيقة تقدروا سخاءها انتوما خليوها 15 دقيقة وغادي تشوفوا تبعوا تبعوا حتى الطريقة لاستعمال ديالها اه كيفاش كدر مهمة واحد لحاجة انكم تدروها كيف عند اللي نقول لكم غادي نخلطوا هاد المكونات جيدا بتيتجانسوا بتيدو بلينا دك الصابون البلدي مع الخميرة اه بنسبة للحمد راه معروف انه مبيض اه كيبيض البشرة كيشدها كيشد ترهولات وبنسبة الخميرة فهي كتقدر واحد طبقة ديالجلد غليضة هادا طبقة الميتة ديالجلد فول كلها كتتخمر وكتوقف وكيكون سهل عليكم انكم تزولوها بالكيس المغربي كنضيفو هاد جوج معارق كبار من سكار غلاسي وعدي نخلطو هاد المكونات جيدا ما تنسوش لبنات لايك 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 ولكن غادي نطبقوها على البشرة غادي نطبقوها على الجسم ديالنا كامل لانا الحامض كيف كان نقول لكم وكان نأكدع لكم الحامض ما كيدرش لوجه نهائي لانا الوجه البشرة ديالو حساسة غادي نطبقوها على اللحم ديالنا كامل حسابي نسبة لبنات اللي عندهم الحبوب في الظهر رغمك يخليش الحبوب ديال الظهر ديالي الظهر ديالك ديالي لحمك رجليك الصيغانك اي فلاسة داتي لها او اي منطقة عندك حلا غادي لها هاد المكوين هادا وصدقوني لبنات غادي تشوفوا النتيجة غادي تبهروا بها من موراها من طبيعة الحال غادي تخليها لخمسة عشر دقيقة غادي تدري الكيس المغربي ضروري انك يتحكي بالكيس المغربي ماشي غذر trees غذر ال waspaha haven finished جيدا من الحمد اليالك عندما راح كانعطيكم الوصفة غادي تشليها جيدا وغادي يدي من الموراها سابونة ديال الحاجرة لما عند الش cuadرا ногى الحجرة ايد اي صابون سابونة سابونات الوعب اي صابونة عندك من الموراها غادي تشلي وغادي تضرر لي السابونة من بعد غادي تاخد الكيس المغربي وغادي تحكي وغادي تشوفي كيفين علي عليك العجب لي غادي يخرج فيك وغادي تشوفي البشرة ديالك من الموراها كيفاش غادي تكون من موراها كتشلي غادي تدري اي قريم مرطب اللي كتديروا مولفين كتديروا اللحم ديالكم اولاد جونس وغادي تلاحظوا الفرق من اول استعمال الصيف هدا راها بالناس دخل الربيع ودخل الصيف يعني الجو تكون سخون بالنسبة اللي اللي غير محجبات يعني را خسور جيه لتيكونوا نقيين يكونوا بيضين اللي يدين لانتم ما عارفين اشنو كين راها كتخور جيها كاتش علي كاتش علي نطبقوا هاد الوصفة انا جربتها فقط عن اليد وراه عطيتكم النتيجة من الول ديال الفيديو باش باش عارفوا شنو كين وشنو رادي نحط لكم هانتوا معا نخليها انا فقط واحد عشرة ديال دقيقون خليتها خمسة وشو تشوفوا ودخلي هالكيز المغربيو حكيته وحييته ووريتكم النتيجة كيف حجات نتمنى ان هالفيديو دياليوم الى الاعجاب ديالكم ما تنسوش كيف العادة الاشتراك في القناة تضغط على الزر جرس باش يوصلكم دائما جديد شكرا للمتابعة شكرا لبنة الوفيات والسلام عليكم ورحمة الله تحريرا